دكتور أحمد مثل ما عرفت أن حضرتك عندك موضوع حابة طرحة من خلال برنامج المعتمد يعريت اليوم لو تشرحها لسادة المشاهدين تفضل والله هو موضوع صار مكرر والتفاصيل مالت معروفة والجهة المتضررة أيضا معروفة اللي هي شريحة الأساتذة والمتسبين الجهة اللي قامت بالضرر للأسف هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي زين والمع شركة كايسون اللي هي كان المفروض تنفذ مشروع سكني بسبع تالاف وحدة سكنية نعم عام 2014 توفير سكن للأساتذة ومنتسبين التعليم العالي نعم الموضوع طبعا من 2014 لم يتم بالشكل الصحيح وكانت فيه خروقات قانونية ومالية كثيرة نعم في سنة 2016 الوزارة حصلت عندها مشكلة مع الشركة المنفذة فغيرت شروط العقد طبعا شروط العقد بعد أن تغيرت شنو هاي الشروط؟ طبعا هو كان المفروض من البداية نحن ندفع مبلغ تأمينات خمس ملايين دينار نعم لمصرف الرشيد ومصرف الرافدين يعني مصارف حكومية لصالح صندوق التعليم العالي اللي هو بوزارة التعليم العالي نعم بعد ما دفعنا المبالغ كان المفروض أن الشركة تبدأ تنفذ المشروع مالتها ونبدأ نسدد أقصات شهرية زين تقدر القصة الشهرية القصة الشهرية كان ما يتراوح يعني حدود 360 إلى 500 ألف كان مبلغ ممكن أن الأستاذ أو الموظف يوفره في سبيل أنه يخلص من الإيجارة تدزين ويعني يقعد بمكان يليق بيه كمنتسب أو كأستاذ جامعي نعم دفعنا الخمس ملايين إحنا اللي علينا سويناه دفعنا الخمس ملايين والحد 2016 ماكو أي مشروع على الأرض زين المشروع طبعا هو مجمع الأخوة السكني لمنطقة العامرية نعم الشروط تغيرت طبعا أنه مقدمة مو خمس ملايين أكثر صارت والأقصات الشهرية ارتفعت إلى حدود قرابة المليون دينار تدرين هاي المظالغ كانت غير يعني بشار مليون تقريبا يعني تقريبا المهم العقد تغير فهم وزارة أشعروا المنتسبين والأساتذة أنه الشروط الجديدة اللي يحب يستمر على الشرط الجديد يوقع عقد ثاني مع الشركة مع الشركة كاسون وشركة إيرانية هي طبعا نعم واللي يحب يسحب المبلغ أيضا خلي يقدم طلب لسحب المبلغ زين الآن الوثائقية معروضة على الشاشة مجرزة منا المخرج نعم نعم فالغالبية طبعا يعني أكثر من 1200 منتسب وأستاذ جامعي قدموا طلبات لسحب المبلغ زين ومن 2016 ولحد الآن لم نستلم المبلغ ولم ينفذ المشروع وطبعا أنا من خلالكم أريد أشكر الجهة القانونية اللي كتبة العقد لأن العقد هو عقد صحيح وعقد ملزم وعقد ما بيه ثغرات قانونية عقد مكتمل نعم وهاي الجهة القانونية طبعا خلت بالفقرة العاشرة من العقد عبارات واضحة أنه في حال عدم إنجاز المشروع خلال المدة الزمنية المتفق عليها بين الطرف الأول والطرف الثاني الطرف الأول هو وزارة التعليم العالي والطرف الثاني هم الأساتذة والمنتسبين زين فراح يكون هناك أول فقرة تعويض وإذا جاوزت المدة ضعف المدة الزمنية المتفق عليها يتم إعادة المبالغ نعم هنا العبارة واضحة اللي يفهمون بالقانون إعادة المبلغ هاي منتهي من عده هذا حق استرداد المبلغ هو حق التعويض ماذا يعني بالتعويض التعويض يكون يعني قانون ولغة واصطلاحا يعني خلي نقول نسمي إحنا تعويض بدل ضرر والتعويض دائما يكون من جنس الضرر يعني أنت ضررتني ما وفرت لي السكن اللي آني من 2014 إلى 2021 نعم وخلصت الـ 21 هاي صارت من سنوات أنت ضرر سكن زين فأنت ما وفرت لي السكن مهنانة ملزم ضمن هاي الفقرة العاشرة من العقيد أنه أنت تعوضني بسكن نعم أو تعوضني بأرض وأني أدبر نفسي وأروح أخذ قروض مثلا أو أدائن أو أعرف أدبر فلوس بحيث أبني هاي قطعة الأرض وهي قطعة الأرض هي حق من حقوق المواطن العراقي نعم كل العراقيين من حقهم قطعة أرض زين طالما الدولة ما سلمتها المفروض يستلم من الدولة لأن هاي بنود الدستور هاي بنود واضحة وفقرات واضحة بالدستور العراقي اللي إحنا لم يفوض نحترمها نعم طبعا التعويض لم يحصل لحد الآن ما العلم أنه مساحة الأرض كبيرة سبعمائة وسبعين دونم نعم يعني بإمكان تعويض المتضررين بقطع الأراضي من ضمن هاي الأرض اللي هي سبعمائة وسبعين دونم ومرح يشكل هاي هذا التعويض مرح يشكل نسبة كبيرة بالمساحة الأرض الكلية شي بسيط نعم طيب ترجمة نانسي قنع